تحت رعاية ساعدة الدكتور محمد بن مبارك بن ديناء المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة نظم المجلس احتفالا لإطلاق مبادرة الابتكار المناخي وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الطاقات البحرينية في القطاعات الحكومية والخاصة على البحث والابتكار في مجال حماية البيئة وخلق مساحة لأصحاب الخبرات والأفكار الإبداعية بهدف تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات من أجل تحقيق الارتقاء الحضاري والأمن المناخي ودعم جهود مملكة البحرين الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 أطلق المجلس الأعلى للبيئة المبادرة الوطنية للابتكار تحت شعار الابتكار المناخي اليوم طبعا عندنا المبادرة التغير المناخي المبادرة هي كيف ممكن نحن نشرك جميع أطراف المجتمع البحريني من كافة القطاعات للتفكير بشكل عميق شلون نحن نقدر نقضي على لاهرة تغير المناخ طبعا هناك كثير من الأفكار اللي كانت تكون موجودة يمكن نحن نكون كجهاز تنفيذي المجلس الأعلى للبيئة غافلين عنها أو كحكومات اليوم القطاع الخاص يبذل المزيد من الأعمال والبحوث في موضوع الاحتباس كميات ثانية كسير الكربون اليوم التشجير غير يكون بطرق مختلفة اليوم جراعة القرم قاد تكون بطرق أسرع نحن غافلين عنها مبادرة الابتكار المناخي تهدف إلى حماية البيئة والمناخ ورفع الوعي بتغير المناخ والتعرف على أسبابه وطرق التصدي له إلى جانب تعزيز البحث والتطوير والابتكار ليكون استهلاك الموارد أكثر استدامة وعلى كفاءة وملامة للمناخ طبعا المؤتمر مهم في حد ذاته في مجال المناخ ولكن الأهم أن الابتكار وكيف نطبق الابتكارات في مجالات عدة بما فيهم المناخ وحن بكون تركيزنا على ذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والعلوم المستخبل بما فيهم متافيرس وآليات أخرى اللي راح نتحدث عنهم طبعا دور مهم في هالشيء لإيجاد حلول سريعة ومبتكرة طبعا يصب هذا الابتكار المناخي إلى تسجيع الشباب بيعطاء حلول جدرية إلى تغيير المناخ طبعا شركة ألبا من الشركات الداعمة واللي عليها مسؤولية كبيرة إلى الوصول إلى الحياض الكربوني الصفري في عام 2060 بعض المبادرات التي تم اتخاذها في شركة ألبا عديدة من ضمنها الحديقة الشمسية التي تكون بطاقة تقريبا خمسة إلى سبعة ميجاوات طبعا هذا هو الفيس نمبر وين أذى وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت على الصعيد الوطني أدت خطوات بغرض الحد من تأثيرات تغيير المناخ عليها وعلى الصعيد الدولي أيضا تنفذ المملكة التزاماتها الدولية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ واتفاق باريس